هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق فهذه المسألة فيها فروض وفيها تعصيب هنا الزوج يأخذ النصف فرضا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون المسألة على ستة أسهم الزوج النصف ثلاثة أسهم والباقي للأخ والأخت الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون الأخ سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد وهذه مسألة لأصحاب النصف ترجمة نانسي قنقر